باش نعمل الفيديو هدية باش نفصلوا البزنس كيس بالنسبة للجميع اللي حضروا في اله في البي ام بي اه اكزا. بح. سو اللي هنا في اله في الدرايف عنا اله البي ام بي تريني اللي هنا في اه رفنس ماتيريول. عنا ملوف اسمه بزنس كيس في اله الاب فيimas وارك بوك. الواء بوك هذة رحلونا بيقبل في بروبرجرام اسمه مستر مجمز catholic manager ونحبه الاستعملوا لهنا باش نفصلوا حاجات اللي جي في في اجازない البزنس كيس. ها اول حاجة شني الاف زنس كيوية. ابن kalaubuca هي نواة الكورس في حد ذاته. البزنس هي ستادي تصير لأي فكرة بتاع مشروع مشتمر الشركة. الفكرة هذي التجمع جاء من need, من opportunity. يعني need تم احتياج تم opportunity. تم problem في السوق ولا problem عن the client ولا problem في الشركة نحب نحلوها. ثم disruptive innovation الجديدة نحب نعملوها باش ندخلو بها للسوق. مهما كان الorigin بتاع الفكرة يلزمش يصير طول البروجيكت. اذا من قبل البروجيكت اللي هو step 4 اللي هو البروجيكت. يزم تصير study وستادي هذيك تتعدى على decision matrix. باش study هذيك تكون على اوسس صحيحة. وباش البروجيكت من بعد ما نقولوش شبيه فشل. ما نجموش شيء للبروجيكت. ما نقولوش شبيل البروجيكت بتاعك فشل. ولا شبيل البروجيكت ما حققش الobjectives. ولا شبيل البروجيكت ما حققش الobjectives. ولا شبيل البروجيكت ما نعملش contribution للobjectives ولا strategy متاع الشركة. الى غير ذلك. فلهنا يلزم دائما دائما قبل اي بروجيكت تكون ثم study. ارائت؟ لهنا احنا مش نحاولوا نشوفوا شنو الحاجات اللي يجوا في study بيعو جهلة وبتلخيص نجمات البي ام بي. باش هكيكا كالبروجيكت مانجرس. اولا تعرفوا انتم شنو تستحقوا في الخدمات ذاك. والثانيا حتى في البي ام بي اجزام لما يسألك اسئلة على بزنس كيس على ان بي في على بي سي آر على عيارار على. شنو توجدوا في بعض الحاجات هذو ما. كما عنا في الترينيك سويا في الفيديو مثل بزنس كيس. مش يسألك حاجات مثلا. او شنو التوقع على المشه. متوقع على المشه. كيف توقعه. مثلا اللي هي المالفت كوتراتي و بي سي آر. ولا شنو الان بي زي لي تبيزين فالوو. شنو ال اي را. اللي هو الانترن و ليتوفي ترن. او اتسرا اوكي. او هضمن الحاجات. وثم حاجة اخرى يسألكم. على خاصة على الالعينمنت. اوف ذا برويكت. مع الـ Company Objectives ولا الـ Company Strategy وخاصة الـ Objectives. أكيد؟ بصفة عامة أحبنا نأخذ روماً من المعلومات المفيدة في برشة معلومات المفيدة لأننا بصفة عامة وقتاً نعملوا Business Case لأننا بشى شفوه 3 types 3 examples وقتاً نعملوا Business Case التايب لو لدي نأخذ واحد اسمه أحمد مثلاً يحب يحل شركة متعابة أحمد هذا متخرج وإلا إنسان عنده فلوس ويحب يحل شركة ويحب يحل بيزنس متعابة لأنه قبل أن يحل البزنس أحمد يجب أن يتعادل بـ 3 phases يعني في الخطة متعابة وفي الـ Plan متعابة أن يحل بيزنس أحمد يجب أن يتعادل بـ 3 phases الفيزة الأولينية أحمد ماشي يعفل Business Case وهي أحنا مش نقوله دراسة جدوى أو دراسة فكرة فالدراسة هي ماشي يعملها وهي تسمى Business Case وبعد الدراسة متعابة ماشي يعملها على دراسة متعابة لكن هنا يجب أن نتبه أن هذه الدراسة متعابة بصيفة عامة تقول لك ما تدرسش فكرة برك يجب أن تدرس فكرتين والفكرتين يتسمى الـ 80 والـ 20 بهذه أو أحنا بالأحرصة بينهم الـ 80 والـ 20 هو في الـ Business Case يتسميه Alternatives أو الـ Alternative أو الـ Alternative لأنه مثلاً هنا إذا كان أحمد الفكرة متعابة يحب أن يحل الـ Business على خاطر عنده مثلاً في الـ Coaching وفي التراينج يقول لك أنا أنا كالخمسة من الفتنار عندي مدة طويلة لحب أن نحل التراينج يقول له يا أحمد لا ربما يجيش منه طول تفكر تحل التراينج وتبشي تبدأ في الـ Activity إذا ما تعمل الدراسة أول حاجة والدراسة هذه إذا ما تتوقفر على Alternatives يعني تختار فلين يا تحل مثلا التراينج يا تختار حاجة أخرى اللي هي أقريبة من المهارة بتاعك من الـ Competencies من المهارة بتاعك مثلاً يقول له أخطر حاجة أقريبة للكنتيزة نجم تعملها يقول مثلاً فلا هنا أحمد اللي عنده حاجة مش يدرس يا تراينج سنتر يا تراينج سنتر طبعاً بما أنه هو ياسل كان يفكر في تراينج سنتر ويحب على الفكرة من بها نجم نسموه هذه الفكرة 80 80 اللي هي الرئيسية و 20 الفكرة 20 اللي هي يعني إذا أحمد يومياً مشي قلوا إحنا يعدي خمسة وايعة في الدراسة اللي هي في جميع الأحوال بزنس كيس ماذا بينا ما تفوتش ثلاثة أشهور سيفا عاما لأنه ديما السوق ما يستنكش لما تجيك فكرة على بالك السوق ما يستنكش المنافسين ما يستنوكش التكنولوجيا ما تستنكش اللي غير ذلك فماذا بيك تجيك فكرة على بالك سوان كشركة سوان كأنديفيديون ما تطولش برشة بستديمتاعك بيش بيفوتوكش المنافسين والسوق زادها ما يتغير بسرعة فالحنا الفكرة الرئيسية بتاوليها ترينج سنتر نقول له أصرف عليها أقعد عليها أربعة سوئة يومين والالترنتب الفكرة الألترنتب مثلاً نعدي عليها سوئة لكن البزنس كيس شو تقول بتقول لك يجب أن تستعدي التو ألترنتب سمالتانيسلي أكي موش تتامل دراسة للترينج سنتر بجميع المراحلة اللي مش يشوفوها نحن في المراحلة التدراسة في البزنس كيس وبعدك تتعديها على الديسجن الماتريكس يعني الديسجن الماتريكس تترك نو جو باللح مرقاتك لا رأي فكرة فيش لا أنت الوقت تترشي تتدرس الإيلرنك بلاتفرم لا ميجيش هكية يلزم الدراسة تصير تزوز أفكار فرد وقت تزوز أفكار في نفس الوقت يجب أن تتعديهمهم بعد على الديسجن الماتريكس يعني إذا كنت نقص بك من عبط اللوطة نشوفه فقط شكل من أشكال ديسجن الماتريكس سيفاهم مش يكون automated tools نرى لأن الديسجن الماتريكس كلهم يتعديهم على الديسجن الماتريكس في نفس الوقت أوكي باش ما نكونوش متأثرين نقولوا آه البي طاحا فنمش نعمل دراسة على السي للسي طاحا نعمل دراسة على الدي نو يزم بعضهم في الوقت باش ما نتأثروش به باهي إذا كنت نقص بإدارة الألترنتيبات ومع ذلك في حدتها مش يكون فيها market study مش يكون فيها technology study legal study final study organizational study environment study هذا بسبب feasibility study في البزنس كيس ثم عادرة technical study كما نشوفه هنا feasibility study technical study financial study risk study ومع ذلك ومع ذلك فلانا هذه الحالة الأولى بتاع انه واحد يحب يحل البزنس فالفاز اللين هي البزنس كيس ثم الفاز الثانية هي شو البروجيكت شو البروجيكت عندما يحب يحل البزنس البروجيكت هو هذك جميع التحضيرات نحن نسميها the pre-opening جميع التحضيرات اللازمة باش هذا أحمد يطبق الفكرة اللي نجحت أكثر بالبزنس كيس يعني إذا كان البزنس كيس قاطل الفكرة الولانية تنجح أكثر بتاع training center أكثر من e-learning platform لأسباب عديدة نشوفها من بعد ينسب هذا البروجيكت باش يكون هو جميع الأعمال والتعسكس والأكتبات اللي مش يعملهم أحمد باش يحل الترينيك سنتر مثلاً كيراء المحل تهيئة المحل كل ما هو أوراق باتيندا كل ما هو يشري الأكويبمنت الخدمة الماتيريول يجيب العباد ويدربهم بشيخ ممعه يحضر كل ما هو أكاونتنج إلى غير ذلك هذا كله يسمى pre-opening activities فالبروجيكت هو جميع التحضيرات اللازمة باش يحل الترينيك سنتر المتاعه والبروجيكت يوفى نهار الأفتتاح نهار الأفتتاح الترينيك سنتر يعني نظرياً البروجيكت يوفى فهذاك هو البروجيكت احنا هنا في بلدنا فهمين كلمة بالغلط نقوله أحمد والله أحمد عنده ترينيك سنتر فالك يسألوا أحمد الشعب الفاتين يقولوا لك عنده مشروع المشروع هو حاجة ما يشوفوها شالناس بصفة عامة اللي هو كل التحضيرات يسقط افتتاح الترينيك سنتر وقت يتحل الترينيك سنتر وقتها أحمد يتعادل الفيزة ثري اللي هي البيزنس في حداته اللي هو راينيك دي ترينيك سنتر فهذاك هو البيزنس ولا الوبريشنز بالأحمد بقيم ناخد تايب تو كيف نحكيو عن البزنس كيس ناخد تايب تو شرك اسمه ABC تصنع الأحذية عندها سيم موضلز تصنع فيها في اخر خمسة سنوات جاءوا في 2021 قالوا نحب نعملوا نيو موضل نيو موضل نيو برودكت فلهنا قبل المشي يبدو يخدموا على نيو موضل نيو برودكت يزموا يعملوا بروجيكت والبروجيكت يصفقوا بزنس كيس به شنية فلهنا كيف كيف الشركة مشتعدة بالثام فيزز فيز وان فيز تو فيز وان البزنس كيس مش يروا هل مثلاً عندم تو زلوا أفكار يعمل 80 develop new product يعمل 20 improve the current product بها يكتروا يهكا يهكا يعملوا استاد المتاحة يحدوا على decision matrix decision matrix بيش تقلم امشوا مع 80 وإلا مع 20 فلانا وقتل يتعدي الفيس 2 وشنه هو الفيس 2 الفيس 2 هو البروجيكت اللي هو تحذير البروجيكت اللي مش يكون 3F يتسمى 3F شنية 3F يعني هذك البروتوتيوب اللي في البروجيكت هذك الoutput مثلاً البروجيكت يظلم البروجيكت هذي يكون 3F F F F Functional F Formal يعني معاش في تغييرات F Functional يعني البروجيكت هذي يخدم مريقاً نظرياً وفرمل يعني وفقت عليه الإدارة من بعد وقت البروجيكت هذي بش نعدي ومش نصنع منه ألف ولا مئات ولا اللي هو ووقت تعديه الفيس 3 اللي يخرجنا من البروجيكت وفال البروجيكت أوكي؟ فهذه اللي أنا هذي يتعيبتو وديمه اللي عم بتسأل الديسيجن متليكس كون يحضرها كون يعملها؟ طبعاً احنا في الكورس اللي كنا محاضرين هو ذكاً في 2021 كان هو رول اسمه master controller master controller اللي هو independent role ولا شخص من الإدارة ولا من يعني واحد من البورد متاعاً اللي يوافقه على الأفكار هو الليще يحضر الديسيجن Mu jest ولهي هاش للتيم اللي يعمل الديسيجن متليكس لأنه م oopsie agolla بتسأل اللي عمل business case سبحان لأنه م чет Tracy ع big one my business case No not really يمكن البروجيكت مانجر وفريق معاه إذا كنت للشركة صغرونة. أما في شركة كبيرة، ما هو البروجيكت مانجر اللي مش يحضر البزنس كيس. ثم فريق آخر، فريق آخر هو اللي يحضر البزنس كيس. مثلاً بزنس ديفولومنت مانجر معه جروب اف اكسبرت، ولا سيدس مانجر معه جروب اف اكسبرت، ولا ثم ديبارتمنت خاص بالنيو اوبورتونيتيز في الشركة، وقت اللي هم اللي يحضروا البزنس كيس، وبعدك هم يعطيوها الماستر كونترولر باش يعديها على ديسجون ماتريكس، طبعاً احنا سمينها ماستر كونترولر في الكورس متعنا، هو نجم يكون عنده اي اسم اخر في الشركة، فالشخص المسؤول على، ولا الدبارتمنت المسؤول على تحديد هل الأفكار هذه اللي نعملوها ولا، هم يأخذوا هذيك البيزنس كيس، يعديوها على ديسجون ماتريكس، اللي هي أوتوميتد تول، مثلاً أنا كنت نخدم في شركة في سويسرا، كانت، كان عندنا مرة في النصف الشهر، كل نهار اثنين مرة في النصف الشهر، كان عندنا اجتماع فيه السينيور ماناجمنت، والسي لابل، يعني سي افو، سي اي او، ولم يجيونا افكار جدد، مثلاً بزنس كيس، من عند الكانتري ماناجر، يعني شركة كنت نخدم فيها، كنت نوجدها في أخو سبعين دولة، فهمتها من عند الكانتري ماناجر، ولا من عند البيزنس ديبالكمنت، نشد هذه البزنس كيس، وسبحان الله، كنت العبد المسؤول على ان نقوم هذه البزنس كيس، ونحطها مع ديسجين ماتريكس، طبعاً، الكمبيتر متاعي بروجيكتر، تقدمينا سيكلب بالبروجيكتر، ونحط الأرقام على ديسجين ماتريكس، ديسجين ماتريكس هي تقول لنا، الفكرة هذه، غو ولا نو غو، بلاش هكيك الأفكار اللي اخذين عليهم غو، نحطوهم في البايبلين أوف ايدياز، أوكي، فلانا، الشركة حرة، يقوم بشي يقرر انه يحط البزنس كيس على ديسجين ماتريكس، المفيد، الديسجين ماتريكس، ما يشوف هاش، التيم اللي يحضر البزنس كيس، هذي أول حشرة، ما يعرفوا هاش، فقط، يعرفوا فقط على شنو يزوم يحضروا في البزنس كيس، منغي ما يعرفوا الفرمولة، ديسجين ماتريكس، باش ما يتأثروش، بالأرقام وببحث المتحم، ثم، من بعد، وكيما قلنا، هل البروجيكت ماناجر هو جزء من الفريق اللي يحضر البزنس كيس، نو، بصف عامة، نو، البروجيكت ماناجر هو مش يخو البزنس كيس اللي تبتل مفق عليها، ويختم عليها في شكل البروجيكت، باش يحقق الأبجيكتبز والأهداف اللي، عايز ست، فورث، ان دي، بزنس كيس، باي، وناخدوا مثل الثالث، مثلا لنا، تايب ثري عندك شركة إكس وي زيد، تحب طبق نيو процесс� للخدمةента، فهذا هنا في الABC، الأسبة بالABC هنا، ιانا جدان، لانما تطبيقعد يا تطبيقى decompzukie SocialI bienواقق، ان قوت بيطان خ demişلنا Duboisون لتطبيق الموقع أداء jalur Ll Emery. فقبل ما تطبيق الموقع السل einيك Virginia هل مقدم آخر demain؟ تطبيق الموقع آخرً، هل ما يشبش تكون فلوس مهدورة ووقت مهدور ورصوصة مهدورين فإذن الشركة تبقى إيجابة فلعنى طعم البزنس كيس الشركة دراسة كل عدد الترنتيبز في جميع التايب سيدو معنا فكرة مش بلابود كيش توق الترنتيبز يجب بقول نزوز 3-4 فهمتوا أكثر فقط تخلينا زوز باش نسهلوها وسمينهم 80-20 يجب نسميهم أي طلقة أخرى يجب نكونو 80-20-20 يجب نسميهم يجب نسميهم alternative 1-2-3 فلعنى فالأنا فيز 1 كلا عدا دراسة بزنس كيس ومبعث يتعدى السجن الماتريكس إذا كان واحدة مزوز أفكار تعدت يجب نمو يتعدى وش الزوز يجب نمو يتعدى و الزوز يجب نمو يتعدى و الزوز تتعدى واحدة برك إذا تعدى و الزوز الشركة حرة تأخذ اللي يجب تسكار أعلى و اللي تظهر لهم أفضل على طول مزوز يتعدى ولأن البزنس كيس فيها المينمو تريشول يعني العدد الأدنى اللي إزي ما تجيبه أي فكرة باش تتعدى كما نقوله أحنا المعدة فبدأ ثم الفيس 2 هي هذا هي البروجيكت ديمة الفيس 2 هي البروجيكت فالديمة الفيس 1 بزنس كيس فالفيس 2 هي البروجيكت والفيس 3 لأننا في الأكزامل تشرك هذه هي الباو اللي هو البزنس عزيوجر اللي هو الابليكيشن of the new processes فلهنا اللي هنا أنت كبروجيكت مانجر هكي عرفت أنه أي بروجيكت مشتخدم عليه إذا من قبل هو ثم بزنس كيس البزنس كيس هذه يصير فيها برشة بحوث برشة دراسات كما مثلا الفيناس الستادي الماركت الستادي الفيزي مليتي استادي السوات أناليس بش من بعد أنت كبروجيكت لما يجيك البيزنس كيس سمحوني يجيك البروجيكت هذه يجبك ديما تعمل مقارنة ما بين البروجيكت التي تتخدم عليه والبيزنس كيس باش البروجيكت مش يبدأ يمشي يمين والبيزنس كيس مش يصار إذا ما يكونوا aligned يعني حتى لو في الاجتماع البروجيكت تصوروا تشبير اللي يجبر كما تبدل الخطات المهمن والخطة هذه مش تبعد كما البيزنس كيس يجبك تعلم سبونسور وسبونسور يعلم الفريق اللي خدمها البيزنس كيس باش يطير adaptation للبيزنس كيس باش يقعد البيزنس كيس والبروجيكت align باش باتك ما يصير حتى alignment لانو البيزنس كيس هي تصب في قلب strategy متع الشركة وانتي كالبروجيكت مانجر كدو عندك البروجيكت يجبك يتماشى مع الاهداف البيزنس كيس باش البروجيكت متاعك من بعد يصب في قلب البيزنس objectives متع الشركة ولا متع department ولا اللي هو باهيم فالحنا شنو الحاجات اللي يصيروا في البيزنس كيس نجيب لهنا نشوفه شفنا هذي فالحنا عندك طبعا market study الماركت بالشطرين متاح ولا بالقسمين الجزئين متاح اللي هو القسم الأكبر والكاستمر باهيم فالهنا طبعا انت شركة متاع تجد تحدد لك أي طريقة تحب عليها على طول ما انت تخرج بأرقام لأن البيزنس كيس ليس تكون just narration فقط كلمة 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 لا اسم أرقام لأن decision matrix تقول إلا أرقام مرحي تخل في التفاصيل الماركت السادي للحقيقة فقط نحكي عن pistol analysis مهمة لأي واحد يعدي البي لأن البي التي فيها political study economic study social technology environmental ecological study and legal study وهذه محيط الشركة أو المحيط العيش فيها الشركة أو المحيط المشروع فهمتوا الذين يدخلون في الامتحان البي في 8% من البي environment فلأن لما نقول في البزنس كيس تصير study political environment طبعا هناك مثلا political stability labor laws مثلا العلاقة مع الدول إلى غير ذلك في economic study مثلا economic growth interest rate disposable income of businesses يعني نسبة الضراء taxation إلى غير ذلك في social study مثلا population growth consumer habits organizational image customer buying trends إلى غير ذلك باسم technology infrastructure technological infrastructure technological maturity copyright etc potential copyright infringement يعني خروق copyright ROI إلى investment من ناحية التكنولوجيا إلى غير ذلك في environmental نقرب كل ما هو والimpact بتال climate change بتاع waste بتاع pollution إلى غير ذلك كيف نتعلم waste pollution أو أي أحد من نقاط ذلك وفي legal كيف مثلا كل ما هو laws كل ما هو مثلا legislation competition بتاع على health and safety equal opportunities etc لأنه يقول قايا pestle نحن مش ناخذ مثلا pestle والصوات لأنه من أصعب those studies تصير في business case اللي كيف نترجمهم إلى أرقام لأنه نحن نعرف أن political economic social technological environmental and legal studies في pestle مش يكون narration يعني وصف قد نقول كيف نحول هم إلى أرقام دعنا لو نمشي للworkbook بتاع business case اللي تلقاه في drive ناخذ مثلا pestle دعنا في pestle ش يجي المaster controller هو اللي مش يحدد شنية الدراسة ولا شما النقاط اللي يزم البزنس كيس تركيز عليهم بسفة عامة مش يكون هو standard template وال standard model للشركة كاملة نشوف مثلا لل pestle فال pestle يطلب من ناس من أي أطراف عندهم أفكار يقلب به في political أدرسونا three factors الفاكتور لوليني political study political study بتاع الدولة اللي مش الحلو فيها المنقل اللي هو international relationships ومثلا taxation laws مثلا 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 بحين في social أدرسونا economic growth inflation rate وال purchase power parity يعني الدخل للفردي في social مثلا health awareness age distribution level of study مثلا اتتترى اتترى جينا هنا في political أكا هو شي قول لهم الماستر controller في البسنس كيس فقط يقول لهم ادرسونا هدوما أكا هو ما يقول لهم حد شي آخر لكن هو في الدسجن ما تكسم تاعه حاطت أنه حاطت هدوما يعني حاطت سكيل هده احنا نسميها سكيل باش يشوف انه اذا كان الدولة هدية فيها كل عام و واحد ثلاثة خمسة ديما الاكتريين ناخدوا بواحد ثلاثة خمسة من واحد إلى خمسة ديما ناخدوا واحد ثلاثة خمسة باش نسهل لها اذا كانت فما حكومة جدا كل عام فتاخو عدد واحد دولة في تاخو عدد واحد اذا كان نيو جابرمنت كل ثلاثة إلى خمسة سنوات ولا عامين إلى أربع سنوات تاخو ثلاثة وفما حكومة جدا كل خمسة سنوات مثلا تاخو عدد خمسة مثلا او معلقم المتحت تاخو واحد وهكذا نجو مثلا في الايكونوميك نشوف اذا كان دولة فيها مثلا نسبة نموم تتجقى من الخام أكثر ثلاثة في المية تاخو خمسة اذا كان نتجقى من الخام بين ايان مزانويا بين واحد وثلاثة في المية تاخو ثلاثة فاقر من واحد تاخو واحد في مثلا تضخم اذا كان نسبة اكثر بستة في المية تاخو واحد اذا كان اكثر من خلال ستة في المية تاخو ثلاثة واذا كان الانفليش القال من خلال مية تاخو خمسة وهكذا فلا هنا بما انه في المما يخدم ال interesting وكل العدد المكسيموم تاخو خمسة خمسة في ثلاثة وخمسة وخمسة في الإيكونوميك مكسيموم خمسة فالمجموع هو تسعين. ولهنا كما قلنا البيزنس كيسي مشوف كشي هذية هكا يعني شما الفاكتر جيرا كسو عليهم يمشي يعملوا الدراسة كيف يجيوا أو هما يعطيوا للمستر كونترولر شنو القاو يقولوا قينا في الدولة هذية اللي فيها مثلا نيو جاورمت كل ثلاثة أو خمسة بكل عامين هم يعرفوا شو ماته كل عامين المستر كونترولر يعرف انه كل عامين ماته مش يخطو عدد ثلاثة وهكذا. فالمستر كونترولر يخطو فضلا البزنس كيسي هذية اللي يخطو معالياه البستل هذيةakapدي اللي يخطو معالياه الفريق يلقى في ال بوريتيكول مثلا الشيخ 8 لأنا مثلا نقول 8 وهنا الغمانية غير ممكن أن أقول للمحالة. خمسة هي ثلاثة هي واحد. نقول مثلاً خذت سبعة. في البرتيكول خذت سبعة. خذت خمسة في البرتيكول ستابليتي. وفي الاتراشي ورغي شب شب واحد. وفي التاكسيشن لوز واحد. فخذت سبعة. في الايكوناميك خذت تسعة. في الكادر خذت تسعة. إلا غير ذلك. يلقى المجموعة متاحة مثلاً ثلاثة فستين فرضاً. نحن قلنا المكسيمومنت أي بيستول هي تسعين. يقول خمسة شب شب شاب تسعين. وهذه الفكرة اللولzk battery لأيديا أيتي. أنا في المواصلات الموجودة التي أعلنها أتيها بالأيدي وآتيها بالأيديها. بالعمل منه منهم. وفي كالأيديها المتاحة التي مستقن فيها الص encontra comprabird 20. urbuysم tentar define огрwallائم 20. وتكلمي Guys تست PAST easier? hazardous بعديدة إدائها في الكودكول. في supportiveي منهم الآتي موجودة اثارة التي موجودها بذلك القيادر. خمسة وسبعين كما قلنا. ميثة ثلاثة ديز جاسن اجنوب. او رايد. فلا هنا من بعد الأرقام هذو ما الماستر كنترولر مش يحطهم في الدسج الماتريكس. ونفس الشيء يعني شفتوا لأنه كيفاش واحدة من أصعب الستاديز اللي نعملوها بال اللي في العادة نعملوها بكلها وصف حولناها إلى أرقام. هو من حق أن يعملوا وصف اللي هنا يحطوا اللي يحبوه في الستادي. لكن من بعد الماستر كنترولر مش يحول هذك إلى أرقام. من بعد يحطها في البيستيل فهمتك؟ يحطها في الدسج الماتريكس هذه البيستيل. لأنه في الهنا في الدسج الماتريكس نشوف ماذا كيفاش البيستيل. يعطيها ضارب خمسة يعني مهمة جدا ويحط إذا كان الهنا يحط في البيستيل. البيستيل يعني ويحط لهنا نسيبحنا حاجة. أنه في البيستيل يحط إذا كان البيستيل جابت أكثر من إذا كان البيستيل تعال بأي فكرة مهما كانت شيء فكرة درس بها. إذا كان في البيستيل جابت أكثر من خمسة سبعين فتأخذ خمسة. فكرة تأخذ خمسة. إذا كان في البيستيل جابت أكثر من خمسة سبعين فتأخذ ثلاثة. وإذا كان في البيستيل جابت أقل من خمسة سبعين أو خمسة سبعين. أتأخذ واحد فنرى أنه الفكرة آيديا 80 جابت 63 اللي هي أهوني فتأخذ ثلاثة. والتوانتي جابت خمسة سبعين اللي هي هوني تأخذ خمسة. فلعنا يجي في الديسجر الماتريكس المسر الكونترولر يحط في آيديا 80 ثلاثة. قضرها جابت 63 ثلاثة في الخمسة اللي هو ضارب البيستيل الخمسة تأخذ خمسة. والآيديا الثوانتي جابت خمسة سبعين فأتأخذ خمسة. خمسة خمسة في الخمسة الضرب الباستل عند الريتينج متاحة والضرب متاحة خمسة ويأخذت خمسة لأنها جابت خمس سبعين من تسعين جابت خمس سبعين فلنا هذا بشيكون خمسة وعشرين وهكذا نشوفه كيفيش أنه يعني كل فكرة قد جابت في الديسيجن ماتيكس هنا شو ما الديسيجن فاكتر يحطه بالمصر في الديسيجن ماتيكس هو حر هنا نأخذي هنا أنه في الديسيجن ماتيكس مش نشوفه الكمبيتنسي يعني عني شيء احنا المهارات اللي لازمة مش نبذل الفكرة الكاست البيستول السوات والديسيرابيليتي مثلا مثلا أسأل حاجة أنه مفصل بها الديسيجن ماتيكس هي الكاست ناخد ميتين لهنا المساة الكنترول الحط أنه إذا كان واحدة من الأفكار الـ 80-20 ولا اللي هو التكلفة متاحة أقل من 30 ألف أورو مثلا ولا الدولار ولا دينار ولا لي هو تاخد خمسة إذا كانت تكلفة بـ 30 ألف و60 ألف تاخد ثلاثة أو أكثر من 60 ألف تاخد بحد فبعد الدراسات اللي عاملهم نقول الفكرة الـ 80 مش تكلف مثلا نقوله خمسة وخمسين ألف خمسة وخمسين ألف هي بين 30 ألف و60 ألف تاخد ثلاثة ثلاثة في ضرب الكاست وضرب أربع فـ 12 الفكرة الـ 20 مش تكلف 15 ألف خضرنا إيلورنيك بلاتفورم مثلا 15 ألف بينما ترينيك سنتر 55 ألف مثلا فـ 15 ألف 15 ألف أقل من 30 ألف تاخد خمسة شاخد خمسة خمسة في الأربع في عشرين فتاخدوا وعشرين لهنا وهكذا شفتوا هكذا كيف يشعر فالأهنا عدة سجل ماتريكس يحضوا فيها جميع الدراسة طبعا يجب يبدلوا كل شي يحب مثلا محطوش كاشهد وصوات وبيستل جميع حطوه ريسك اللي يحب عليه جميع حطوك ثلاثة من خمسة كريتيرياز هو حر المفيد المفيد شنو يصير المفيد المفيد يجب يشوف في الأخر كل فكرة قد جابت سكار وطبعا هو عند المينومسكو أنه أي فكرة تجيب أقل من ستين بتتعدياش وأي فكرة تجيب فقط ستين نتعدي نشوفها مثلا هنا نقوان الفكرة الأيتي جابت تساوة سبعين والفكرة التونتي الفكرة التونتي جابت مثلا ستين لا واحدة ستين فازوز أفكار تعدى ازوز أفكار تعدى ازوز أفكار تعدى فلانا حر الشركة تختار هادي ولا هادي لو طبعا الصحي يمشو بالليش أفكارها أعلى لكن إذا كان زوز تعدى وفيقتر مثلا الأسهل ولا الأقل ريسك ولا اللي هو فهذا داع انه كبروجيكت ماناجر شنو يهمك في البزنس كيس من الحاجات اللي احنا نقومون في البزنس كيس واللي مهمين برشا كي مثلا الصوات احنا حكينا صوات كميلا فكيفش الصوات تكون بالأرقام طبعا الصوات بشكلية فيها لذي هما internal factors positive and negative ولا opportunities with threats ومن external factors positive and negative وليما ريسك بسبعة عم فبثلا مثلا الصوات اللي هي ناريشن في العادة كيفش تولي أرقام سهلا ونقول إذا كان عنا أكثر من ثلاثة strands ناخده خمسة أقل من ثلاثة weaknesses ناخده واحد أقل من ثلاثة weaknesses ناخده خمسة فهمت وهكذا فولا هنا والمصر يقول أنه إذا كان مثلا شفتوا كيفش الصوات حوالناها إلى أرقام ذه بعد في الـ باركع صوات كاملة فطبع لأنها ثلاثة خمسة في strengths واحد في weaknesses واحد في opportunities واحد في threats يرى قدش التوطل جبت بتاع SWOT ويحط وإذا كان SWOT أكثر من عشرة تأخو خمسة إذا كان SWOT بين خمسة وعشرة تأخو ثلاثة وإذا كان SWOT أكثر من خمسة تأخو واحد كم سيئل مهلا في decision matrix عند هو scale فهمت فهنا إذا كان SWOT أكثر من خمسة خمسة إذا كان between 2 and 4 ثلاثة ثلاثة 7 لأننا نقعد هنا فلأننا فسرنا كيف يوجد الصوت تكون بالأرقام حاجة أخيرة بالنسبة لل business case هي مثلا financial part financial part طبعا أهم حاجة تهم هو ROI NPV IR رائع إلي عيلا ما هو ROI ROI return on investment الفرمولة التي هي قد إنتي تربح إلا قد إنتي تصرف على قد إنتي تصرف في المية فهذا يسمى return on investment وهذا الـ end percentage ثم NPV NPV Net Present Value Net Present Value وهي sum الكاش flows بتاع كل عام مثلا على واحد مع interest rate الآي هو interest rate ضرب هذك العام إلا initial investment ناخذ example لهنا مش ناخذ interest rate interest rate طبعا اللي هو يتعطى حاضر في الامتحان اللي هو مجموعة بتاقي من factor كم inflation وال interest rate متعد الدولة هذيك إلى غير ذلك لكن الشركة تحدد interest rate هو مش حدد interest rate معين يحسب بيه الـ financial party هذي أنت مثلا عندك 10.000 دولار مش تستثمرهم 10.000 دولار هذه حذرا في صندوق استثمر قال لك العام لو يجبك 3.000 الثاني 3.000 الثالث العام 3.000 العام 4.000 العام 5.000 يعني 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 تقول أنت بيه بحط 10.000 بقى 5.000 وليه 15.000 يس أما كل 15.000 القيمة بتحدي تغير بهذا لأن ثم تضخم ثم interest rate إلى غير ذلك فلان بيش تعرف أن 3000 بتعلم لو القدش سواو بتعمل الفرمولة هي B9 B9 اللي هي هذيك 3000 بتعلم لو لاني على واحد معه محابب من طرف الشركة اللي هو 10% ضارب ضارب ولا قوة قوة العامل اللي هو العامل لو لاني فنلقا 3000 دولار بتعلم لو لاني اللي أنا طو في اللحظة هذه كنعمل استثمار 14.000 دولار يقول لي بعد عام يجب 3000 هذيك 3000 قدش يسواو في اللحظة هذه في اللحظة هذه يسوا 2727 ما 3000 دولار قدش تسوا في اللحظة هذه كيف هي 3000 دولار على 1 مع 1 يعني قوة 2 لانه من طو أنه دولار تسوا 20 4 79 3000 دولار تسوا 21 52 3000 دولار للعام الربعة تسوا توا 20 49 و 3000 دولار للعام الخامس تسوا 18 62 62 دولار يعني يعني بلغة أخرى كي تجيح بنحسب الـ MPV اللي هو مجموعة من 2700 إلى 1800 نقص من 10 دولار اللي هو الاستثمار و نلقى في الحقيقة أنه مجموعة هذه إلا 10 دولار ليس يطلع أنه مربوح نت ليس 5000 دولار كما أعتقد ليس 5000 هي 3000 في 15 000 إلى 10 000 لا بشربح 5000 دولار في الحقيقة بشربح بفلوس توا 1372 دولار فهذه يسمى NPV Net Present Value وهذه من الحاجات التي نرى في البزنس أيضا أيضا ريسك أناليس التكنيك الستادي إلى غير ذلك حالية نرى حتى ماتريكس كاملا كيف نقرن بين المنفسين وكيف نخرج بالأرقام المقرنة هذه جمعة البي انبي اللي حب على تيديل تيديل ديسكريبشن بتاع هذا الكل تمشيوا في البزنس كيس تمشيوا للهومورك في السيشن وان عنا أولد هذي فيديو تولها ثلاثة سباعة ونص نفسروا فيها البزنس كيس بالتفصيل التفصيل التفصيل تجمو تتفرجوا فيها إذا تحبوا تستفيد طريق شكرا الناس لكم